وفي بريطانيا دخلت التغييرات الجديدة بشأن قيود السفر التي حددتها الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا دخلت إلى حيز التنفيذ وفقاً للقرارات الجديدة تم إضافة سبع دول إلى القائمة الخضراء والتي تعني أن المسافرين الوافرين من تلك البلدان ليسوا بحاجة إلى الخضوع وإلى حجر صحي بغض النظر عن وضع التلقيح الخاص بهم في عالم شهد الكثير بسبب كورونا يتغير الحال يومياً طبقاً للمتغيرات والمتحورات من الإغلاقات إلى القيود على السفر والحجر الصحي مروراً بحملات التطعيم في بريطانيا دخلت التغييرات الجديدة بشأن قيود السفر التي حددتها الحكومة حيز التنفيذ حيث تمت إضافة سبع دول من بينها ألمانيا إلى القائمة الخضراء والتي تعني أن المسافرين الوافدين من تلك البلدان ليسوا بحاجة للخضوع إلى حجر صحي بغض النظر عن وضع التطعيم الخاص بهم كما انضمت كل من الهند وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط إلى القائمة البرتقالية والتي تضم دولاً لا يخضع القادمون منها لحجر صحي شريطة حصولهم على الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بينما يتعين على الوافدين القادمين من الدول على القائمة الحمراء قضاء حجر صحي فندقي لمدة عشرة أيام ومن المناطق المدرجة على هذه القائمة المكسيك وجورجيا وإقليمة لاريونيون ومايوت الفرنسيين وسمحت الحكومة البريطانية الشهر الماضي للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع عدى فرنسا الذين تلقوا اللقاح بدخول بريطانيا دون الحاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام وذلك عند وصولهم وتعد بريطانيا من الدول الأكثر تضرورا بفيروس كورونا لكن الحكومة خففت القيود تدريجيا مع تزايد أعداد الذين تلقوا اللقاح على أراضيها وانخفاض حالات دخول المصابين بكورونا إلى المستشفيات